قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كبيرا أما قبل فحي هلم بإخواننا طبتم طابا ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ونسأله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في بيته هذا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرم بداية أبشركم ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليه مستكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده وأنا أعرف أن هذا الحديث مطروق جلنا يحفظه وهو ما زال غر صغير لكن أنا أريدك أن تستطعمه الآن مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وتستشعر نزول هذه السكينة وغشيتهم الرحمة وتستشعر هذا الغشيان للرحمة وهي يعني تحيطنا وتتنزل علينا ثم يعني الجائزة الكبرى وذكرهم الله تعالى في من عنده أنت وأنا ونحن يعني عباد يعني أذلاء بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت تعرف قدر نفسك وكلنا يعرف قدر نفسه ثم الله عز وجل لأجل هذا المجلس يعني إن صحت النوايا يذكرنا سبحانه وتعالى في من عنده وحسبك بهذا شرفا ثم أبشرك أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو كمثل حاج تامة حجته أنا أذكرك بهذا حتى يطيب لك الجلوس وحتى تأخذ عليه أجرا إن لم تأخذ منه علما ولم تستفد منه فائدة من غدا إلى المسجد لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو كمثل حاج تامة حجته في بعض الروايات من غدا إلى المسجد لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو كمثل معتمر تامة عمرته في بعض الروايات من غدا إلى المسجد لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو كمثل المجاهد في سبيل الله فهو كمثل المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى هذه المعاني لابد أن تكون منك على بال ولا تحزن إن ضاعت النواية في البدايات السلف رحمه الله تعالى كانوا يقولون طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون لله ويكفي يعني شرف جلوسك مع الصالحين وخلطاتك بهم وصدق الله سبحانه وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم أنا أحب أن تكون يعني ألا أدخل في صلب الموضوع مباشرة نحن سواء الله سنكمل مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى الوسطية وسنتطرق للكلام لهذه لكن في الشك أننا نحتاج إلى بعض الشحز وبعض الشحن يعني أنصح التعبير لابد أن تتذكر وأنت هنا في كل خطوة تخطوها وفي كل يعني فعلة تفعلها وفي كل قربة يعني في طلب العلم تتقرب بها لربك سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا الحديث له منطوق ومفهوم أما منطوقه فواضح من يرد الله به خيرا يفقهه طب مفهومه من لم يفقه في الدين لم يرد الله عز وجل به خيرا هذا الحديث له رواية سندها ضعيف عند أبي يعني كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن لم يفقه في الدين لم يبالي الله به ويكفيك من هذا شرفا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه إل من سهل الله له به طريقا إلى الجنة أنت على هذا الطريق يعني إن دمت عليه فأنت على طريق الجنة لا شك في هذا من سلك طريقا يلتمس فيه إل من سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وهذا من أعجب العجب أن ترى أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء لكن لا شك أن الجزاء من جنس العمل هؤلاء أقوام قد شغلوا أنفسهم بالله سبحانه وتعالى وبدينه وبمراضيه وما يحبه وما يكرهه سبحانه وتعالى فأشغل الله عز وجل بهم الكون من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان الأسماك في الماء لا يستغفرون لمعلم الناس الخير قال وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر من أخذه أخذ بحظ وافر لا شك خلنا أن الناس حاجاتهم إلى العلم هي أعظم من حاجاتهم إلى الطعام والشرب أنت تحتاج إلى العلم في كل نفس أنت لا تستطيع أن تصلي إلا بعلم ولا تستطيع أن تزكي إلا بعلم ولا تستطيع أن تصوم إلا بعلم ولا تستطيع أن تحج إلا بعلم لا تستطيع أن تبيع ولا أن تشتري إلا بعلم لا تستطيع أن تتزوج ولا أن تفارق إلا بعلم العلم شرط لهذا كانت قولة للسلف المشهورة حيث ما حللت فكن جنب فقيه من إما تروح ومن إما تسكن اسكن فين جنب فقيه وما تتزنأت لأيه ستجد من يفتيك بعض أهل العلم يعني كما كان الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول لا يحل لأحد المقام في قرية ليس بها مفتن هذا كلام النووي رحمه الله تعالى ثم قال وترخص بعضهم وقال يجوز إن كان بينه وبينه دون مسافة القصر لو بينك وبينه مسافة أقل من مسافة القصر يبقى في الحالة دي ينفع تعيش في هذه البلد المسافة أطول من مسافة القصر لابد أن تبحث عن بلد فيها فقيه يفتيك إذا تأملت هذا الكلام ستستشعر يعني عظم البلوة التي نعيش فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا قيل حيث ما حللت فكن جنب فقيه فالمقصود الفقيه الذي هو الفقيه في الحقيقة الذي يعني عند الملمات تجده أبصر الناس بالواقع وحقيقاته وحق الله عز وجل فيه والواجب لله عز وجل فيه لا كمان ذكره بعض أهل العلم في كتبه قال أن امرأة أتت رجلا هذا الرجل كان يعني يذكر بعلم لكنه في الحقيقة لم يكن عالما وقالت له يا فلان إن الدجاجة سقطت في البئر الدجاجة سقطت في البئر فهل يجوز لي أن أتوضأ بماء هذا البئر لزي وزيك بقى ما يعني معرفش حاجة ولا إيه قال لها كده قال لها زي ما احنا بقول ويحكي لماذا سقطت وكيف سقطت هل احترزت هل لا أخذت حزرك يعني اشتغد بالك سيبع طوع عليه بس وهكذا انتهى ثم ذهبت إلى فقيه فقال لها إن تغير الماء بميتة الدجاجة فلا يجوز الوضوء به وإلا ما تغير فهو طاهر أو هو طهور باق على أصله هذه الفتوى في الحقيقة التي أخرجت المرأة من المشكلة التي هي فيها من أشهر من يذكر عنه ذلك مفتي الخنفشار المشهور وأنتم تعرفون قصة مفتي الخنفشار لهذا بلغ إخواننا من اهتمام السلف بالعلم يعني بلغ الاهتمام عندهم بالعلم مبلغا عظيما الحقيقة أن المجتمع كله كان مجغولا بالعلم كان مجغولا بالعلماء أنت تستطيع إذا استقرأت كتب السير أن ترى هذا واضحا جليا لما تجد أن الإمام الزهبي رحمه الله تعالى يقول في السير اشتهر مختصر المزني بين الناس المزني كان أحد أصحاب الشافعية له مختصر في فقه الشافعية سمي باسمه مختصر المزني قال مختصر المزني انتشر في الناس واشتهر حتى قيل لابد للبكر أن يكون في جهازها نسخة من مختصر المزني يعني ما ينفعش واحدة تتزوج بغير نسخة من مختصر الإمام المزني رحمه الله تعالى هذا يريك اهتمام المجتمع بالعلم نحن الآن يقول لابد للبكر أن يكون في زواجها أنتوا عارفون بقى أنتوا تستطيع أن تعد ما في القائمة التي تعرفها لكن السلف ما كانش عندهم هذه الأمور لابد للبكر أن يكون في جهازها نسخة من مختصر المزني الإمام مما يظهر لك أيضا اهتمام السلف بالعلم واقع حدثت في الشام مات إمام مسجد دمشق فاحتاج الناس إلى إمام عاوزين إمام يأم الناس في مسجد دمشق فمسجد دمشق ودمشق حاضرة الخلافة ففكر الناس فسامعوا بإمام في قرية تسمى دارية ولعلكم تسمعون دارية هذه في الأخبار كثيرا هذه الأيام في سوريا إمام بلدة تسمى دارية كان اسمه الحسن بن داود فخرج أهل دمشق عن بكرة أبيهم إلى دارية هذه يطلبون من عاوزيني الحسن بن داود حتى يأمهم فخرج أهل دارية إليهم بالسلاح قالوا لا نتركهم يأخذون منا إمامنا أبدا ما يقدس الإمام بتاعنا حتى يعني وكادت أن تكون مقتلة حتى تدخل رجل من العقلاء وقال لهم يا أهل دارية ألا ترضون أن يقول الناس احتاج الناس إلى إمامكم يكفيكم هذا فقرا أن يقال يعني في الكتب ويذكر في التاريخ أن أهل دمشق احتاجوا إلى إمامكم فقالوا قد رضينا وانتهت المقتلة يعني بأنحازوا هذا بأنحازوا هذا الشرف مما يدلك أيضا على اهتمام المجتمع يعني بالعلم في هذه الأزمان المباركة قصة بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله تعالى مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقي مشهور من قصته أنه جاء إلى أحمد رحمه الله تعالى من الأندلس وجاء ماشيا فلما اقترب من بغداد تسامع أو وصل إليه نبأ محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأنه مبتلا وأنه ممنوع من التدريس والتحديث فاغتم لذلك غما شديدا لكنه لم يأس سأل عن منزل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وطرق عليه ففتح أحمد وقال له جئتك أطلب الحديث قال إنك تعرف ما بي وتعرف أني مبتلا قال إن رأيت أن آتيك في كل يوم في زي السؤال يعني الشحزين فأقول كما يقول السؤال الأجر رحمكم الله فتخرج إلي وأجلس على عتبة بابك فتحدثني فرضي أحمد رحمه الله تعالى هذا الموقف وكان فعلا فعل ذلك بقي هذا الموقف يعني حفل به أحمد رحمه الله تعالى وشكره له شكر له حرصه واهتمامه حتى زالت المحنة وصعد نجم أحمد رحمه الله تعالى واستحق لقب إمام أهل السنة بلا منازع وكان بقي مزال يحضر لأحمد رحمه الله تعالى كان أحمد رحمه الله تعالى يشير إلى بقي ويقول يعني هذا هو طالب العلم أنه يعرف حرص بقي ليس هذا هو الشاهد الشاهد أنه في يوم من الأيام مرض بقي رحمه الله تعالى فقال بقي كنت يعني كان يعيش في فندق فندق يعني دار مستأجر قريبا من المعنى الذي نعرفه الآن في الدور الثاني قال بينما أنا نائم على فراش الرجل المريض إذ رأيت الدار تهتز وترتز بأهلها لا البيت بيتهز وإذا بالناس يتكلمون أنا عاوز بس تستشعر معي معاني الاهتمام بالعلماء وإذا بالناس يعني يتحدثون ويقولون هو ذاك أبصروه هذا إمام المسلمين مقبل هو يسمع الناس يتحدثون في الشارع يقولون أهو جاي نكوه هذا إمام المسلمين مقبل فإذا هو أحمد رحمه الله تعالى وإذا بصاحب الفندق يأتي بقي ويقول يا بقي أبشر بخير يوم هذا إمام المسلمين قد أتاك عائدا أحمد جاي زورك هذه مفخرة ما بعدها مفخرة فدخل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهذا لسه يعني الاهتمام مازال يعني دخل أحمد كما يقول بقي رحمه الله تعالى ومعه تلاميذ معهم المحابر والدفاتر رحمه الله تعالى رحمه فين بقى يزور مريض ومعهم المحابر والدفاع والألم ومع أهل الكراس ينتظرون ما الذي سيقوله أحمد رحمه الله تعالى جلس الإمام رحمه الله تعالى عند رأس بقي وقال يا بقي أبشر بسواب الله أيام الصحة لا سقم فيها وأيام السقم لا صحة فيها أعلاك الله سوب العافية ومسح عنك بيمينه الشافية قال بقي فأبصرت فإذا الأقلام تكتب لفظه الناس عملة إيه تكتب حتى الدعاء الذي دعاه للمريض يكتبونه هذا يدلك على اهتمام يعني هؤلاء بالعلم بقي رحمه الله تعالى يقول وعاش بقى أحسن أيام وأفضل أيام حياته بعد أن كان رجل غريب فإذا به يعني يقول رحمه الله تعالى جاءني أهل الفندق هذا بطعام وهذا بفراش وهذا بشراب كل ذلك كل ذلك لأجل عيادة الرجل الصالح لي رحمه الله تعالى هذا يدلك على اهتمام العلماء الإمام رزق الله التميمي واحد أئمة الحديث المشهير يحكي الحافظ للسلف رحمه الله تعالى يقول والسلف ليست السلف هو السلف يقول السلف شاهدته دخول رزق الله التميمي إلى أصبهان رزق الله التميمي زار أصبهان في يوم الأيام قال كان يوما كالعيد بل أبلغ في المزيد هذا مختصر وصف قال كان يوما كالعيد ده بس أن العالم يدخل بلدة هذا يوم كالعيد قال بل أبلغ في المزيد هو أعظم من يوم يعني عيد في احتفاء الناس واحتفالهم بدخول هذا الشيخ إلى بلادهم مما يدلك أيضا على اهتمام المجتمع بالعلم وإن كان في هذا الذي سنحكيه الآن قلوب قد يرقى إلى الابتداء أحيانا لكن يدلك على شأن هؤلاء العلماء في مجتمعتهم المام الجويني رحمه الله تعالى لما مات كسر تلاميذه المنبر حتى لا يصعد عليه أحد بعده طبع هذا طبعا فيه غلوب وليس هذا من السنة لكن هذا يشعرك بأهمية وجود هذا الإمام بين يعني أظهرهم وكيف كانوا يحترمونه وكيف كانوا يقدرونه وكيف كانوا يعني يصدرون عن رأيه ويأخذون من علمه يعني من أبلغ ما يدل أيضا على اهتمام المجتمع بالعلم والعلماء العلماء الإمام البربهاري رحمه الله تعالى قوام السنة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى كان يعني من قيمة السنة الكبار وأحد المصنفين في السنة والعقيدة سنة 323 للهجرة ازدادت شهرة الإمام جدا وازدادت حشمته واجتمع عليه الناس بطريقة يعني لا تسبق حتى كان أصحابه يعلنون النكير على الناس في البدع والمخالفات وأمثال هذه الأمور في يوم من الأيام عبر الإمام البربهاري النهر نهر دجلة إلى الجهة المقابلة لما عبر النهر عطس عطس فشمته الناس خرج الخليفة من شرفة بيته وحسن فيه مظاهرة ولا حاجة وقال ما هذا قالوا له عطس البربهاري البربهاري عطس فالناس يشمتون وكأن الأصوات ضجت يعني لأن الرجل كان حوله التلاميذ وحوله طلبته حقيقة أقوالنا إذا كان هذا اهتمام المجتمع فيما سبق بالعلماء فلابد أن يعلم أن طلب العلم ليس دعوة تدعى وليس كلمة تقال السلف رحمهم الله تعالى كانوا يعرفون أن علوم الإسلام لم تدون على ضفاف الأنهار ولا تحت ظلال الأشجار بزلوا من أرواحهم وبزلوا من دمائهم أحيانا منهم من مات في سبيل هذا الطلب وبزلوا وأعطوا حتى كانت الكلمة المشهورة ليحيى بن كسير رحمه الله تعالى لا ينال هذا العلم براحة الجسد لا ينال هذا العلم براحة الجسد أبيت صهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي يا مفتري أبيت صهران الدجا وتبيته أنت نوما ثم تبغي بعد ذاك أن تلحق يعني بطلب العلم وهذه حقيقة أيضا كان السلف يعونها جيدا أن طلب العلم ليس دعوة تدعى وليس كلمة تقال حتى الخلفاء الذين هم من أبعد الناس عن العلم يعني أحيانا يعني كانوا يعرفون هذه الحقيقة أبو جعفر المنصور رحمه الله تعالى سأله يعني بعض ندمائه يوما وأصحابه قال له هل بقي شيء من لذات الدنيا لم تناله في حاجة كده يا أبو جعفر من لذات الدنيا لم تنالها وانت بقى الخليفة والدنيا كلها بين يديك قال نعم تتصور ايه تتصور ايه قال نعم لذة قول المحدث حدثنا فلان حدثنا فلان هذه اللذة لم أنالها طبعا يعني الطابور الخامس موجود فاجتمع له هؤلاء الندماء وعدوا له مجلس حديث وقالوا له فليحدثنا أمير المؤمنين يالله يا عم ما اللي أنت عايز عايز تحدث يالله حدث احنا التلميذ وحدثنا بما شئت الرجل كان صادقا مع نفسه قال أنا لست منهم نم هؤلاء هم الدنسة ثيابهم المشقاقة أرجلهم الشعسة رؤوسهم طارة بالشام وطارة بالعراق يجوبون الآفاق بحسا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول كان صادر هذه حقيقة طالب العلم ذلك الإمام أبو ليس السمرقندي رحمه الله تعالى كان يقول كده يقول لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه ومات أقرب الناس إليه فلم يشهد جنازته طبعا هذا الكلام سيق على سبيل المبلغة هذا واضح لكنه سيق ليوضح لك يعني كيف يكون الاهتمام بالطلب هناك أمور كثيرة جدا أنت تهتم بها وتضيع من أجلها الأوقات والساعات وهي من التوافق التي يستغنى عن الرزل يعني ينقلك إلى مرحلة عظيمة إلا من قرب يعني أغلق دكانه وخرب بستانه ومات أقرب الناس إليه فلم يشهد جنازته هذه حقيقة كانت معروفة عند السلف الإمام أبو القاسم ابن سلام صاحب الغريب رحمه الله تعالى وكانه يقرع أذنك بهذه الحقيقة يقول كنت في تأليف هذا الكتاب كتاب غريب الحديث له أبو عبيد القاسم ابن سلام يقول كنت في تأليف هذا الكتاب أربعين سنة نعادل تعالف في الكتاب كم سنة؟ أربعين سنة كنت إذا وجدت الفائدة من فيه الأعرابي أبيت ليلتي فرحا أني حزت هذه الفائدة ثم يأتيني أحدكم يمكث عندي أربعة أشهر أو خمسة أشهر ثم يقول لي قد أقمت الكثير ما هكذا يطلب العلم؟ تكان بعضهم يقول ما هكذا يطلب العلم؟ إنما أحدكم يأتي إذا لم يكن عليه شغل يقول أذهب أطلب العلم وما هكذا يطلب العلم؟ يبقى فاضي يقول إيه؟ اسمع لنا كلمتين بتتقال دي اسمع لنا كلمتين طب مش فاضي أنا مش فاضي فيه أولويات إذن القاعدة لا ينال العلم براحة الجسد لا ينال العلم براحة الجسد أنا أحب هذا الموضوع جدا وأحب أن أتكلم فيه فإن كنتم مللتم من الكلام في هذا الأمر ندخل في الموضوع لما زال عندي كلام كثير فيه نكمل؟ طيب كما قلنا علوم الإسلام لم تدون على ضفاف الأنهار ولا تحت ظلال الأشجار تلمح هذا في سير السلف علماء السلف رحمهم الله تعالى أنت إذا وقفت أمام سيرة كل إمام من الأئمة الكبار ستجدها ملحمة الحقيقة ملحمة من الكفاح والجهاد النفس والجهاد الهوى والجهاد السيف والسنان وطلب العلم والاغتراف من بحر العلماء وستسمع هذا في قصصهم رحمهم الله تعالى من أشهر من يظهر في سيراته أو في بعض مواقفه هذا الجد في الطلب هشام بن عمر رحمه الله تعالى هشام كان أحد شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكانت الميزة للإمام مالك رحمه الله تعالى أتى مالكا يوما وقال لمالك حدثني أنتوا لو تعرفون من مالك؟ مالك في زمانه النجم الساقب مالك في زمانه كان حاكما على الأمراء والحكام وكانت له السطوة وكانت له المكانة رحمهم الله تعالى حتى أن بعض أهل السير ذكر أن الخليفة نزل يوما المزينة وتأخر مالك رحمه الله تعالى على عادة العلماء يعني هم لا ينتظرون الملوك بل الملوك ينتظرونهم فتأخر مالك رحمه الله تعالى واجتمع الناس على الخليفة فقال بعض من يعني يكره مالك رحمه الله تعالى ويكره العلم اليوم يجلس مالك في آخر الناس نهاردة مالك يعقل فين بعدما كان متصدر المشاهد اليوم سيجلس في آخر الناس فأتى مالك رحمه الله تعالى إلى المجلس طوال الناس اجتمعوا ولا يوجد مكان فنادى يعني في الخليفة باسمه وقال يا فلان للخليفة أين أجلس شيخك مالك قال بجوارف وجلس بجوار الخليفة هذا مالك ثم يأتيه شام بن عمار رحمه الله تعالى ويقول له حدثني فقال له مالك اقرأ عليه وأطجر مالكا رحمه الله تعالى قال لا بل حدثني وشام يعني يرى أن مرتبة التحديث أعلى من المرتبة الأخرى أن يقرأ هو ويسمعه ويجيزه الشيخ فقال لا بل حدثني ومالك يرى استواء المنزلتين فقال لا بل اقرأ عليه قال يا بل حدثني قال يا بل اقرأ عليه كأن المشكلة احتدمت فغضب مالك رحمه الله تعالى قال يا غلام علي بالدرة العصاية بالدرة العصاية فأتي بالدرة وقال له اضربه خمسة عشرة ضرب فانضرب صباحا فخرج وهو يعني يصيح يقول يا مالك لا زعلتك مما فعلت بي في حل أنا لا اسامحك ابدا كأن مالك يعني 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 برضو الموقف مش حل فقال له وما كفرته قال أن تحدثني خمسة عشر حديث فلما حدثه بالخمسة عشر حديث قال له يا مالك وزد من الضرب وزد من السماع اضربني كمان واسمعني يعني كمان كذا كان حرصهم عبد الله بن فروخ رحمه الله تعالى وأحد تلاميذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يمر يوما بجوار بيت الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فسقطت على رأس يشوف يلي أخي محاسن الأقدار وإذا يعني بجرة قل لكده تسقط على رأسه من فوق ضربه رحمه الله تعالى فشجت رأسه شجة من كفتحة رأسه فتحة سيئة للغاية فوقف بين يدي أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال له أبو حنيفة اختر إما الأرش يعني يعطيك يعني جزاء ما فعلنا بك وإما أن أحدثك بالحديث 300 حديث قال بالحدثني مش مشكلة مش محتاجة لا تعالجني لكن يعني حدثني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من نووي رحمه الله تعالى والتاريخ فيه أمثلة كثيرة ما من نووي رحمه الله تعالى والنووي عجوبة من أعجيب الزمان رجل مات وابنه 45 سنة وإذا تأملت تأليف الإمام النووي تجد أنها تأليف إمام مدقق وكأنه يعني ابن ستون أو سبعون يعني حافظ الله عز وجل له عقله مع غزارة علمه وسعة اطلاعه فكتب لكن العجب أنه ابنه 45 سنة كانت وفاته رحمه الله تعالى ثم تجد له من التأليف شرح مسلم المنهاج شرح صحيح مسلم الحجاج فيه سمانية عشر مجلدا روضة الطالبين في أكثر من عشرة مجلدات المجموع له فيه يعني في الطبع المشهورة حوالي تسعة مجلدات وتهزيب الأسماء واللغات ثم كتب المشهورة التي كتب الله عز وجل لها القبور رياض الصالحين والأذكار كتب كثيرة جدا ألفها هذا الإمام وغيرها من المخطوط ومما لم نسمع به ولم نجده كثير ثم يموت وابنه 45 سنة أنت لابد أن تسأل نفسك هنا كيف وصل إذا كان ابن 45 سنة كيف وصل إلى هذا العلم هو يجيبك رحمه الله تعالى يقول مكست سنتين لم أضع جنبي على الأرض بس هو ده السبب قال ومكست سنتين لم أضع جنبي على الأرض كنت إذا أريت أردت أن أنام اتكأت ووضعت بعض كتبي فاتكأت عليه بس يغفو إغفاء ثم يقوم ويكمل طلبه للعلم حافظ السلف الذي كنا نتكلم عنه الآن وهو إمام كبير محدث مشهور وقد سكن الأسكندرية وسكن الأسكندرية في زمان كانت فيه منارة الأسكندرية عجوبة من أعجيب الزمان يقول الرواه أنه بقي خمسة وستين سنة خمسة وستين سنة مجابرا لمنارة الأسكندرية قال لم أرها إلا من شرفة غرفتي يعني ما يكلفش نفسه ينزل ويرى هذه المنارة التي يتحدث بها الناس ويتحدث بها العالم وهي أعجوبة من أعجيب الزمان إن كانت موجودة يعني لم يكلف نفسه ليس عنده وقت لهذه الأمور إنما كان يراها من شباك غرفتي بس ولا يفعل أكثر من هذا أحد الأئمة المشاهير هنتكلم عن حرص السلف على العلم أحد الأئمة المشاهير ومحدثين الكبار من أسماء التي ليست مطروقة كان اسمه الإمام الباغندي الإمام الباغندي يقول حب بإلي طلب الحديث حب بإلي طلب الحديث حتى أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فلم أقل له في المنام يعني لم أقل له يا رسول الله أدعو لي لكني قلت له يا رسول الله أيهما أثبت الأعمش أم منصور أثبت في الحديث يعني الأعمش أم منصور قال منصور لحسب الكلام رحمه الله تعالى الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى وأحد أصحاب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو علم من الأعلام الكبار يقول مات ولدي مات ولدي فتركت جهازه ودفنه وكفنه على جيراني مات ولدي فتركت جهازه ودفنه وكفنه على جيراني وذهبت إلى مجلس أبي حنيفة رحمه الله تعالى خفت إن فاتني شيء من علمه ألا تذهب عني حصراته إلى يوم القيام هذا الحرص هذا هو الجد هذا هي الهمم كذاك الفخر يا همم الرجال تعالي فانظري كيف تعالي أنا عندي كثير أكمل أم لا أتأبت خلينا نترك هذا الأمر حتى يكون فيه شحز للهمم بلغ من اهتمام السلف أيضا بالعلم أنهم كانوا ينفقون أموالهم مش أموالهم بقى الخمسين قرش اللي في جيبك لا الأموال الطائلة يعني في طلب العلم حتى لو يعني استداني يعني بلغ الأمر ببعضهم أنه باع سقف بيته في طلب العلم فأنا بقول لك افعل لكن أنا أريك الرجال باع سقف بيته في طلب العلم بعض العلماء حضر مزادا يباع فيه كتاب فخلع ملابسه وباعها واشتروا بها الكتاب أما عن الأموال التي دفعوها فهذا يعني تجد بعضهم يقول أن فقدوا سبعمائة ألف درهم في طلب العلم بعضهم يقول ترك لي أبي سلسين ألف درهم أنفقت نصفها في طلب اللغة والشعر وأنفقت نصفها الآخر في طلب الحديث والفقه بلغ بلغ ببعضهم والإمام بن شهين وكان شيخ العراق أحد المحدثين الكبار أيضا وكان شيخ العراق رحمه الله تعالى قال حسبت ما اشتريت به الحبرة منذ طلبت العلم حسبت ما اشتريت به الحبرة منذ طلبت العلم إلى يومنا هذا فبلغ 700 درهم نشتري حبرة بكام 700 درهم الإمام الداودي رحمه الله تعالى يعلق على هذه القصة يقول كنا وكنا نشتري الأربعة أرطال من الحبر بدرهم هو صرف على الحبر كام 700 درهم والداودي يقول كنا نشتري الأربعة أرطال من الحبر بدرهم يبقى هو جاب كم رطل حبر 283 من الحبر أنا حاولت أن المقياس الرطل ليس مطروقا عندنا فحاولت تحولها للكيلو كوحدة حسابية مطروقة 1270 كيلو جرام حبرا أنا لو قلت لك تعالى نوزن الأقلام يعني بزيناتها مش الحبر اللي جوه الذي هو داخل القلم لا القلم بما عليه بغطائه بيعني بل والله يمكن بالمقلامة التي يعني يعني يوضع فيها ستبلغ المئتين وسبعين اللي فوق الألف بل ولا السبعين ويمكن ولا العشرة ويمكن ولا أقل من الكيلو جرام الواحد ولا حول ولا قوة إلا منها فرق شاسع لا لا تعرضان بذكرهم مع ذكرنا ليس الصحيح إذا ماشى كالمقعدي باغ من اهتمامهم أيضا بالعلم الإكسار من الشيوخ ومعروف أن شخصية الطالب تتكون من احتكاكه بشيوخه من احتكاكه بشيوخه ابن المبارك رحمه الله تعالى كان له أربعة ألاف شيخ بخاري كان له ألف شيخ رحمه الله تعالى أبو حاتم الرازي كان له ثلاثة ألاف شيخ أنت لا تستطيع أن تستوعب هذه المسألة إزاي يعني إيه ثلاثة ألاف شيخ يعني إزاي هيها كثرة ثلاثة ألاف شيخ التقى بهم وسامع منهم وتعلم وقد يكون أخذ من أحدهم كلمة ومن أحدهم يعني سطرا ومن أحدهم يعني علما جما لكن المهم أنه شيخه وأثر فيه وكان له دور في تربيته بلغ من اهتمامهم بالعلم أيضا طول ملازمة الشيوخ لسه بقولك دلوقتي قولت بعضهم نما أحدكم إذا لم يكن أو كلمة بقى أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى كنت في تأليف هذا الكتاب الغريب أربعين سنة ثم يأتني أحدكم فهم كسعين دي أربعة أشهر وخمسة أشهر ويقولوا قد أقمت الكثير بعضهم جلسة يعني بين يدي شيخه عشرون سنة وبعضهم أربعين سنة وبعضهم أكثر من ذلك إذا كان الأمر كذلك وكان يعني طلب العلم بهذه المسابة وبهذه الأهمية فالعلوم مراتب وبعضها أشرف من بعض وشرف العلم بشرف المعلوم شرف العلم كما يقول خطبي رحمه الله تعالى شرف العلم بشرف المعلوم إذا كان شرف العلم بشرف المعلوم فلابد أنه سيكون أعظم العلوم شرفا وأعلاها قدرا وأسناها منقبة ويعني أغزرها يعني فائدة والعلم الذي فيه النجاة الحقيقية في الآخرة وفيه الرفعة والتمكين في الدنيا هو العلم بالله سبحانه وتعالى علم العقيدة من أشرف العلوم والزب عن دين الله سبحانه وتعالى هي منزلة من أشرف المنازل ومن أعلى المنازل لا شك في هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما أرسل معازن إلى أهل اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله بعض روايات أن يعرفوا الله وبعض روايات شهادت أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا عرفوا ذلك صلى الله عليه وسلم فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإذا صلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تأخذوا من أغنيائهم فتردوا على ثقرائهم وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين يعني الله حجاب هذا يدلك على أهمية هذا العلم هذا أول ما يتعلم قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لزنبك فالعلم أو طلب العلم قبل القول والعمل كما يقول إمام بخاري رحمه الله تعالى العلم قبل القول وقبل العمل العقيدة عموما باب من أهم الأبواب هذا الباب فيه نجاتك فيه نجاتك أنت يعني إذا قيل ما هي أهمية يعني دراسة العقيدة وعلم العقيدة هذا العلم في الحقيقة أول فائدة فيه أنه فيه نجاتك في الحقيقة بين يدي الله سبحانه وتعالى نجاتك لا تكون إلا بصحة معتقدك إلا من آت الله بقلب سليم نجاتك لا تكون إلا بصحة المعتقد هذا العلم من أهمياته أهميات طلبه تحقيق ما وعد الله عز وجل به من حفظ الدين تحقيق ما وعد الله عز وجل به من حفظ الدين الله عز وجل يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون الله عز وجل جعل لكل شيء سبب لكل شيء سبب ليس فقط نزلنا الذكر وإن له لحافظون وليس هناك أسباب لا بد أن يكون هناك أسباب أهم أسباب حفظ الدين وحفظ العقيدة وجود يعني العلماء وجود طلبة العلم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى الذين يعني يدافعون عن دين الله سبحانه وتعالى وبينون يعني ما وقع فيه من انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوده ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين حديث صحاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يحمل هذا العلم من كل خلف عدوده الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه في الرد على الجهمية وكأنه استقرأ هذا المعنى في مقدمة كتابه هذا كان يقول الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل جمعا من أهل العلم بقايا يدعون من ضل إلى الهدى وأصبرون منهم على الأزى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال قد هدوا ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب ومجمعون على مخالفة الكتاب فإنه رحمه الله تعالى استقرأ هذا المعنى هذا هو دور العالم في الحقيقة أن يزب عن دين الله سبحانه وتعالى هذا العلم نوع من أنواع الجهاد لا شك في هذا الجهاد إن كان أعظمه مرتبة هو جهاد السيف والسنان فإن منه جهاد الحجة والبيان بل من أعظم قد يكون من أعظم مراتب الجهاد جهاد المنافقين والكفار بالحجة والبيان والله عز وجل يقول لرسولها كذا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبير كانت هذه الآية مكية ولم يكن جهاد السيف والسنان فرضة بعد وكأنه يدعوه سبحانه وتعالى يدعو نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجاهد بإيه؟ بالحجة والبيان هذا جهاد كما يقول ابن القيم هذا جهاد لهم بالقرآن بهان العقيدة وإضاح المحجة مراضي الله سبحانه وتعالى ما يحبه وما يكرهه وأسماؤه صفاته يعني مراضيه سبحانه وتعالى من أهم ما يدرس له هذا الباب أيضا إظهار الحق وبيانه في هذا الباب نحن ما زلنا في زمان يعني يتكلم فيه على التأويل وعلى عقائد الفرق المخالفة من الأشاعر والمعتزلة والمعتزلة وغيرهم وهذه أمور لم تندسر لم تندسر في الحقيقة ولم تمت ولها روادها ولها طلابها ولها المنافحين عنها والله عز وجل يقول وإذ أخذ الله مساق الذين أوتوا الكتابة لتبينونه للناس ولا تكتمونه اللهم هنا يعني للأمر لا تبين لابد أن يعني تبينوه ولا تكتمونه الدفاع أخوانا عن العقيدة والدين يظهر الحق ويزداد به الحق بهاء كلما قرأت في العقيدة وكلما درست العقيدة كلما انتقلت من كتاب تلوى يعني كتاب ازدادت الأمور عندك بصيرة ونورا كما كان شيخ الاسلام نتنمية رحمه الله تعالى يقول فالحق كالزهب الخالص الحق كالزهب الخالص كلما امتحن ازداد جودة كلما امتحن ازداد جودة والباطل كالزهب المغشوش المضيء إذا امتحن إذا وضع على النار يعني ظهر فساده فالدين الحق كلما نظر فيه الناظر وناظر عنه المناظر ظهرت له من البراهين وقوية به اليقين وازداد به إيمان المؤمنين وأشرق نوره في صدور العالمين من أهمية دراسة هذا الباب أيضا دخلنا إعطاء الإسلام حقه هذا الدين له حق علينا هذه الملة لها حق علينا إذا كان يعني الإنسان يدافع عن نفسه وعن ولده وعن يعني والده كيف لا يدافع عن دينه كيف لا يدافع من أعظم يعني أماكن الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى هذا هذا الباب حتى كان شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله تعالى يقول الراد على أهل البدع مجاهد الراد على أهل البدع مجاهد حتى ننقل رحمه الله تعالى قول محمد بن يحيا الزهلي قال سمعت يحيا بن يحيا يقول الزب عن السنة أفضل الجهاد الزب عن السنة أفضل الجهاد في سبيل الله قال محمد يعني الزهلي ليحيا الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد فهذا أفضل من هذا الذي يزب عن السنة أفضل من هذا الذي ينفق ماله يعني ويتعب نفسه ويجاهد قال يحيى بن يحيى نعم بكثير قال نعم بكثير بينهما مراد لابد أن يعلم أيضا أن دراسة هذا الباب والاهتمام به مهم هناك علاقة متلازمة بين تسليط الأعداء على بلاد الإسلام وبين صحة المعتقد الشائع في الناس هذه علاقة متلازمة بين الأمران بين صحة المعتقد وبين تسليط الأعداء على بلاد الإسلام حتى قال الشيخ الإسلام نتيمية رحمه الله وتعالى أنه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين الرسل انتقم الله عز وجل ممن خالف الرسل طيب نحن نكتفي بهذا إن شاء الله المرة القادمة ندخل في الوسطية شكرا لكم